بسم الله الرحمن الرحيم حبابي أخواتي طلاب الصف الثاني السنوي معكم مستر إشان فوزي بمدرس اللغة الإنجليزية ومحاضر معتمد من جامعة كامبريتج بريطانيا النهاردة إن شاء الله جاي عشان نشرح القعدة بتاعة unit 4 لكل طلاب الصف الثاني السنوي والقعدة اللي معظم طلاب بتقول إن هي صعبة وإن هي بتشكل مشكلة عند المعظم ولكن بإذن الله وإن شاء الله نقدر نسهلها ونقدر إن إحنا نشرحها بطريقة مبسطة ونحل كمان عليها فنقدر نطلع من الموضوع بأفضل قدر ممكن نبدأ نقول إن إحنا النهاردة الي هو الكلام الغير مباشر ولكن قبل ما نشرح الكلام الغير مباشر اللي هو القعدة الأساسية في unit 4 نبدأ نقول إن إحنا عندنا بعض الاستنتاجيات ولكن القعدة بتاعة unit 4 دي مرتبطة بالقعدة بتاعة unit 1 فلو إنت دخلت مرة واحدة على unit 4 أو دي أول حلقة تشوفنا فيها فلازم تتابع الحلقة الأولى بتاعة unit 1 للصف الثاني الثانوي ولازم تعرف إزاي ننصح وإزاي ندي ضرورة وإجزام عشان تقدر تتابع معنا النهاردة فلو ما شوفتش حالة دي ما تكملش في حلقة النهاردة إنك مش هتعرف أو مش هتفهم بقدر الإمكان طيب روح شوف الحلقة اللي فات بتاعة unit 1 وتعال أكمل معنا هنا طيب نبدأ نقول إن إحنا في unit 1 كان عندك خلينا بقى في الدرافت هنا نقول كان عندي شد اللي هي بنصح إنك تعمل كده بتساوي أو تو اللي هي برضو بنصح إنك تعمل كده وكلمتها الدلة اللي هي I advise you وإتس بيتر وإف آي وير يو تمام وكان عندي شودينت وآتن بتساوي آتن تتو تمام كده اللي اتنين بينصحوا إنك أنت ما تعملش كده والأربعة بيجي بعد ديهم الفعل في التصريف الأولاني يعني فعل في المصدر يعني فعل بدون إضافات يعني فعل في ال-infinitive ودي برضو لها كلمات دلة اللي هي إتس نات بيتر تو إف آي وير انت يو وبعض الكلمات عليه طيب طلع بقى من شود وشود انت دي طلع الفاعل وي شود هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا شود هاذ حاجة كان ينبغي فعلها ما شود شود يعني بقولك انك كان لازم تعملها بنصحك ان انت تعملها ولكن انت ما عملتهاش زي يا جولي بقى يو شود هاذ تيك اميدسن يور فيري تايرد تتعبان جدا تتعبان جدا ليه عشان اكيد ما خدتش الدوة طب ما خدتش الدوة ليه ما كان لازم تاخدو بس انت ما خدتوش فاصبحت ان انت لوقتي تعبان تعال نبص على نمسح بقى دول خلاص تمام نمسح دول كمان تمام كده ونيجي هنا اهو نكمل بقى الجملة فنقول يور فيري تايرد طب نيجي بقى نقول ايه كلمتها الدلة الوقتي انا ما عملتهاش وكان ينبغي ان انا اعملها فهم ده مستخدم شود هاذ تمام كده ايه كلمتها الدلة كلمتها الدلة ان انا كان لازم اعملها تمام او بتعبر عن اكس بريس تشوح لك حاجة لازم تعملها او مستر شود انت هاب شود انت هاب بقى بتعبر عن ايه شود انت ده ايه كانش ينفع تزعر خوش ابوك ولكن انت زعر طب ايه كلمة الدلة ندمت ندمت يعني ريجريت تمام كده وايه كلمة الدلة افولوجايز بتأسف وبعتذر تمام كده يبقى دي كلها ايه بعد ما فهمت قاعدة يونت انت ون على شود وشود انت واؤتو واؤتنت تو لا ده في شود هاذ وفي شود انتات وطبعا شود بتعبر او ممكن اعود باؤتو واؤتنت تو حتى كمان معاهم شود بي بيجي بعديها الفعل في اي ان جي او اشرحها فين دي نشرحها فين شود بي اهي بابين كوسين اهي صغير اهي احط بعدها الفعل في اي ان جي طب بدل الفعل جي في اي ان جي يبقى هي ايه مستمرة يبقى بتجي في الزمن المستمر يعني نوقت زي مومنت واي حاجة مستمرة حط شود دي والفعل في اي ان جي يعني انت الوقت عايز اقولك ان انت كده خدت شود والمصدر اوت تو والمصدر وكلماتها تدلى شود انت والمصدر اوت انت تو والمصدر وكلماتها الدلى تنصح باوت تنصح بلاé خدتها ازاي تبني المجهول تبقى شود بي والتصريف الثالث wo شود انت بي والتصريف الثالث خدتهم ده فيو نت 1 جينا فيهونت فور قالك شود هاف وشود انت هاف وشود بي انت خدت عائلة شود كلها خلصتها كده كلها مع بعضا انت تمام تمام تعلي نخش عليك وعدد تاني بص يعني بيقولك هو يستطيع يعني ايه قلت له كان وكانت وبعدهم المصدر طب استطاع كود وكودنت وبعدهم المصدر قلت اقول لك ايه هي كود هاف دي ايه وكودنت هاف ايه برضه قلت له والله هاف دي بعدها لتصريف الثالث ودي برضه اكيد بعدها لتصريف الثالث وهنا اكيد هيجي مين الفاعل تمام كده والفاعل اسم ولاد وبنت وده حاجات دي كلها قلت له بص بقى كود هاف ده معناها انك انت حاجة لم تكن تفعلها ما عملتهاش حاجة ما عملتهاش او حاجة ما تقدرش تعملها ليه لانك مش متأكد منها تمام كده واستنتاجها ضعيف زي اجا اقول لك ايه بقى احمد احمد طالب احمد ممكن ينجح في الامتحان لانه ممكن يرسب ممكن يفشل وحاجات كتير صح كده يبقى احنا استنتاجنا ضعيف مش متأكد منه واحمد ممكن ما يعملهاش طيب ممكن ان ارسائه اسم تأكد مني دي اول مرة سأعربيه وهذا جاء أنت انت�ikum هيك يستعد منك ونستعد من الحادثة حاجات كتير يبقى كود هاف استنتاج ضعيف وفي كزا استنتاج انت مش قادر بتحدد انت ممكن تعمل ايه تمام طيب كود انت هاف ده ايه بقى استحالة تعمل كده طب تعالى بقى نكش على القاعدة اصلا في المذكرة اللي معنا تمام ونشوف القاعدة بتقول ايه وامثالتها ايه ونحل عليها شوية على القاعدة ايه سيبك من الريبورت ده الوقتي هنشرحه وهنرجع له تاني خلينا او قاعدتنا فين ايه قاعدتنا ليه كود هاف ايه كود هاف ايه والتصريف التالت معناها هو كان يقدر يعمل كده ولكنه ما عملش كان من الممكن يعمل ولكنه ما عملش فبيقولي هي كود هاف بوت خد بالك كان ممكن يقدر اشتري البيض ده كله لما كان الصبح تمام كده طيب كنت ممكن اكلم مونة بس انا مش عايز تمام كده طيب كود هاف بوت ان يو فون ممكن يقدر اشتري الموبايل تشتريه هي يعني بس هي مش عايز هي مش عايزة بس هي ممكن تشتريه تمام يبقى هي ممكن تشتريه وممكن ما تشتريهوش عادي يبقى كزا كزا ايه كزا ده او كزا نتيجة والاستنتاج بتاع نية تشتريه ضعيف تمام طيب تعالى بقى على كود انتهاب كود انتهاب لم يكن من الممكن انك تشتريه اصلا ليه لان استحالة تشتريه ليه بقى انا بقى يو كود انتهاب سين دينا تو دي استحالة كون شوفت دينا النهاردة استحالة ليه بكاز اصلا ان دينا في جيرماني اتزا مومنت الوقت في المانيا دينا شوفتها ازاي استحالة يبقى كود انتهاب دي ايه بتعبر عن استحالة حدوث الشيء لان اصلا بقولك احمد في امريكا ترى احمد في امريكا طب والتليفون ده بتاع مين هو احمد تسافر واساب تليفونه والتلقات بتكتب والباسبورد ده بتاع مين واحمد سافر من غير الباسبورد بتاعه يا باش احمد كود انتهاب ترافلد ابرود لان احمد استحالة كود انتهاب في بره بكاز ان الباسبورد والدير فون والدير سطف موجوده اصلا حاجته موجوده كله انما كود انتهاب ممكن تحصل بس بحاجة بعيفة لانه مش عايزها عايزها ما بعرفش سوق بعرف السوق اظن فيه من فرق بين كود انتهاب و كود انتهاب تقول انها كانت في السور ماركت اقسم بالله استحالة انا بقول لك عينية كانت شايفها الساعة 8 في الكافي فكود انتهاب دي معناها استحالة الكلام ده يحصل وخلصانة لان فيه دليل يمنع حدوث الشيء ده يبقى كود انتهاب طب ما فيش دليل وهي انت بتشتري براحتك وبمزاجك حسب استطاعتك معك او مش معك يبقى كودهاب تمام؟ طيب شودهاب بقى والتصريف التالت بيقولك شودهاب كان يجب ان انت تعمل كده كان كنت هتعمل بس انت ده ما عملتش طيب فقولك حاجة في الماضي كانت حاجة كويسة ليك بس انت ما عملتهاش تمام؟ كنت تسأل مجدا كنت تسأل مجدا وساعدها ولكن انت ما ساعدتهاش كان المفروض ان هم يمشوا دلوقتي ولكن هم مامشوش طيب شودهاب بقى بقولك ايه كان يجب ان لا تفعل ذلك ولكنك فعلت ده بيلوم نفسه فبقولك ايه شودهاب عشان كده ما رحتش المدرسة عشان نايمة بتأخر اوي تمام كده؟ بدا تفهم؟ يبقى ايثنك ان انا كافي من الفرق بين شودهاب ما عملتش؟ بس كان يعني افضل انك تعمل شود انت هاب؟ انت عملت بس ياريتك ما عملته وبتلوق نفسك عشان عملت حاجة وحشة فشود انت هاب بتيجي مع اي حاجة وحشة شود هاب بتيجي مع اي حاجة حلو كود انت هاب استحاله لان في دليل بيدل على استحالة حدوث الشيء دهو كود هاب في استطاعتك عمل الشيء دهو بس بستنتاج بسيط حسب اختياراتك خلصت الدينا دي اربع اختياراتهم هيجوا عندك فيل تشوز انت بتقول كل واحدة وبتزبطها وبتشوف الجملة بتناسب معا منه وتختار تعالى بقى في قاعدتنا القاعدة الرخمة اللي هي قاعدة ايه الريبورتر سبيتش قبل ما نشرحها بيقول لك الريبورتر سبيتش هي مجموعة من الافعال ايه لنقل الاوامر والتعليمات تمام والنقل الطلب والدعو والحاجات دي كلها طيب اول حاجة فعل القول بيتغير ليه ثاني حاجة الجملة الامرية تمام طيب بعد كده في حالة العرض وفي حالة الطلب بيقول لك هنعمل ايه تمام بعد كده يعني هو بيشرح لك ايه لبشارك الريبورتر سبيتش في الجملة الامرية في الجملة الامرية ده عبيضة في الجملة الامرية سهلة جدا طب تعالى جملة امر مباشر يعني الجملة امرية بص يا عم احنا نشرح الشرح الشرح اللي هيعجبك اللي هو انت داخل على تالتة سنوية فتكون عندك معلوم عنه احنا عندنا دايريكت وين دايريكت اما لقى مستر ريبورتر ده ما هو دايريكت ده يعني المباشر والين دايريكت يعني الغير مباشر الين دايريكت بقى هي الريبورتر دايريكت دايريكت قل لك المباشر ده راجل جدع اترافين اترافين بيتكلم قدام بعض اهو مباشر بيقولوا كلام مباشر الغير مباشر فيه تات اتراف المباشر محطوط بين علامتين تنصيس الغير مباشر لا يوجد علامتين تنصيس تمام كده المباشر بين علامتين غير مباشر من ايه لا يوجد علامتين تنصيس ده مش علينا طبعا يعني الموضوع ده مش علينا كده المباشر والغير مباشر بيخش في كم جملة بيخش في الجملة الخبر ايه وبيخش في الجملة الامري الامري بيخش في الجملة الاستفامية طيب هو انا اعرف من انا مستر ان الجملة خبري قلت له الجملة الخبرية هي جملة تستطيع اخبار الشخص بما حدث عن طريق تكوين الجملة فاعل وفاعل ومفعول يبا كان الجملة ايه خبرية تمام الجملة الخبرية عبارة عن فاعل وفاعل و ايه ومفعول طب الجملة الامريه افتح الباب ايه في الشعار في ايه افتح شباك فسحني خرجني اكلني يبقى جملة امرية اولها فاعل طب والجملة الاستفامية اولها اداة استفام ده تمام كده يبقى انت عندك المباشر وغير المباشر خلاص عرفنا المباشر بعلامتين التنصيس وفيه طرفين الغير المباشر مفيش علامتين التنصيس وفيه اكتر من طرف تمام المباشر وغير المباشر بيجوا في الخبرية والامرية والاستفامية انا عندي مين عندي الامرية كم خطوة عشان احول المباشر لغير مباشر ولا عكس صحيح كم خطوة خمس خطوات للتحويل سواء في الجملة الخبرية او في الجملة الامرية او في الجملة الاستفامية طب ايه هي التحويل خمس خطوات التحويل اول خطوة فعل القول تاني خطوة علامتي التنصيص تالت خطوة الضمير رابع خطوة الزمن خامس خطوة الزرف الزمني خمس خطوات للتحويل فعل القول على متى التنصيص الضمير الزمن الزرف الزمني سواء الجملة خبرية او الجملة امرية او الجملة استفهمية وانت عارف يعني ايه خبرية وعارف يعني امرية وعارف يعني استفهمية الجملة لو جيه فيها على متى تنصيص يبقى انت مباشر ما جيهش فيها على متى تنصيص يبقى انت غير مباشر طب انت لما شفت القعدة كانت بتتكلم على الريبورتد الريبورتد ايه ده الغير مباشر يا مصر يبقى انا في المباشر ولا في الغير انا في الغير يبقى انا هيكون عندي علامتين تنصيص ولا مش هيكون مش هيكون صح كده او مش هيكون خبرية او الامرية او الاستفهمية لأ عندنا الامرية طب انت عارف الامرية بتتكون من ايه فعل وفعل ومفعول الخبرية عارفين استفهمية عارفين طب خمس خطوات اهو للتحويل فعل القول على متى تنصيص الضمير الزمن الزرف الزمن امزك خطوة خطوة يلا فعل القول اللي هو فعل كلمة يقول صدقتو لأيقول او قال هتتحول لأيي بقى هتتحول لأوردر عارفت تعرف تقولي ليه بش هو وصن فعل القول اللي هو فعل كلمة يقول يقول يعني ايه سيء او سيد هتتحول في الجملة الامرية يعني يأمر طب هه يأمر أوردر يأمر أوردر طب هه ممكن تكون ايه طب هه ممكن تكون طولد يغبر طب هه ممكن تكون است يسأل طبعا ممكن تكون ويرند يحذر ده بقى بعرفه حسب ايه حسب الجملة يعني اقول مثلا ايه The captain not me to train hard الكابتن بيقولت مرا كويس يبقى order me بيطلب مني The doctor not me to eat fast food الكابتن بيحذرني ان اكل ايه لكلات الوجبات السريعة تبقى order me not to eat fast food ففعل القول ده بيكون حسب مين حسب الجملة تمام طيب علامتن التنصيص تبقى الجملة دي جملة ايه جملة مباشر هو انا حق اناخد المباشر لا ده انا غير مباشر اقوم عامل ايه بقى والله لو انا لقيت كلمة order دي معناها انه بيؤمرني فحط to لانه فعل مثبت والله لو لقيت كلمة where need دي معناها انه بيحذرني فحط not to عشان يبقى فاعل من فيه عشان ما اعملهاش تبقى not to هعملها تبقى to الضمير بيتحول حسب فاعل الجملة يعني ايه يعني ايه يعني في اول الجملة هيسم ordered me to كزا كزا او هايسم هايسم تبقى هي طب وهيبه هيبه تبقى شي تمام طيب الزمن الزمن في الغير مباشر لان انا باشرع ال remake صح صح كده �� الزمن في الغير مباشر دايمان ارجع خطوة لورة يعني ارجع خطوة الورة يعني بص اعم اتعود دايمان انت بتختار الزمن في الغير مباشر انه يكون ركع خطوة الورة يعني ايه يعني ماينفعش تختار دوله ما ينفعش. هتختار did. ما ينفعش تختار is. انت تختار was. هو هتختار ar. انت تختار where. هو هتختار half ولا هاز. لا. تختار had. هو هتختار will. لا. لازم يرجع خطوة وراء تبقى would. هو هتختار كان. انت تبقى could. انت تبقى التكسورة واخترت الحاجات دي كلها. لانك لازم تختار الزمن اللي راجع خطوة الوراء. دي يعني لازم تختار الفعلي في التصريف الكام. التاني. الظرف الزمن يبقى. ليه تحولاته. وتحولاته غالبا بتبقى حفظ. يعني ايه. بص يا عم. yesterday. yesterday ده معنا مبارح. انت كان راجل مباشر ما حورتش عليه. انا بقى عايز حاوله غير مباشر. هو ما يقول له yesterday. هيبقى the day before. شفت انا عملتها ازاي. yesterday. day. خالتها زا داي. before. طب حد يقول لي بقى. tomorrow. تبقى زا داي ايه. زا داي افتر. صح كده. طب. now. دلوقتي. تبقى زين. بعد كده. طب. here. هنا. تبقى زير هناك. اه انا مفهمش حاجة. مش فاهم. دي تحولات. هي غالبا حافظ بس تجبل فيلم كده. بص يا عم. انا وانت. بنتكلم هنا. يبقى انا وانت رجالة جدعاء. يبقى انا وانت مباشر. هم بيتكلموا علينا. هناك. يبقى هم غير مباشر. انا وانت بنتكلم دلوقتي. طب ليه نخلي حد يتكلم علينا بعد كده. يبقى غير مباشر. تمام. انا وانت كنا بنتكلم يا استرديم بارح. عارف بقى ما انا جا حور. اقول ده حصل. حصل في. هو يوم فات. بس انا مش فاكر. انا كده بحور. انا كده مباشر. يبقى زي دي بفور. يوم قبل كده. طب بقول لك احنا. انا بعز اخلع منك بش اجي معاك. يوم الثلاثة صاحب تكلمني بس هتاني معاك. قلت لك يومين ثلاثة بس كده. بس ربنا يسائل يعني ان شاء الله. انا كده راجل بخلع. يبقى انا زي دي افطر يبقى بتخلع. ليه؟ لانك بتقول لي يوم بعد كده. طب امتى بكرة. قلت لك لا والله بكرة مش تقول شوية. بعده. بعده مش هعارف. ممكن انا مشغول. طب بعد بعده. بتاخد بقى بعده. بعدها موت. انا مشغول جامل. يعني امتى. قلت لك والله سدي افطر. ابقى انا غير مباشر. انما لم يقول لك تمورو. ابقى انا مباشر. تمام? دي كلها ايه? التحويلات. طب طعم بص على القاعدة. والقاعدة قدامنا ايه? يقول لك ايه? يقول لك شي ايه? بيسأل. بيسأل. تمام? تقفلت الباب ولا ما فلتوش? المدرس بيقول كلاس ستاب توكن. بطلوا كلام. المدرس بيقول الفصل ستاب توكن نفس الكلام. تمام? طولد وسد يعني. طيب بعد كده اه جي قال لك خلاص هوات نفس الكلام اهي? اهي تبقى نات تو. تمام? اهي بص اهي. 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 اهي جات نات تو. طب لو كانت اوردر. كانت هتبقى تو. تمام كده? اهو. جي قال لك ايه? جالك ممكن تبقى طولد. سد تو اهي. ده فعل ايه? فعل الكو اللي صح كده. سد تو. ممكن تبقى وممكن اسد وممكن ينصح وممكن بيج دي يتوسل ويلتمس وممكن وردي يحذر وممكن اوردر اه اللي هو يأمر ويطلوب. تمام? طيب. تستخدم تو المصدر في الاسبات. ونت تو المصدر في النافية. تمام كده? طيب. بعد كده. قال لك ايه? او. وخلص القاعدة ولينا شو دهاف وشو دي انتهى. تعال بقى نشوف التدريبات. بقى لك. بقى لك. يعني بقى امرها تغني. يبقى انا ايه? بقول لا بشجعها. اه بشجع. ما انا اكيد مش بسألات غني. ومش بحذرها ان لازم تبقى نت تو. ودي تو. وطولد لا. عمر نقط ميت تو. هل بهم. ماشي? it wasn't polite request. so i agreed. polite request يعني طلب. طلب يبقى order. وبعدين تو مع order. نت تو. تاخد مين? تاخد وير نيد. تو. ماشي? بيقول لي مستر سقر نقط ميت تستدي. it was good advice. نصيحة كويس. تبقى advised. عرفت بقى انت تلبخت لما انا قلت لك فعلت كل حسب معنى الجملة. فقلت يا اخوة ربي طب انا اعرف من ايه معنى الجملة. انت تلبخت. لا اده سهلة جدا اهي? اسفازر ابو نقط علي. to go home. so he left immediately. سابوا الوقت حالا. يبقى هو ايه? عابلو روح البيت. فبيقولو بيخبرو. روح البيت. فقال له خاصة هيا روح او الوقت. طب اشرف. اشرف. he know she would be upset. اشرف. هو مش مش كويس مع اخته. تمام? يبقى ايه? كان المفروض يبقى كويس مع اخته. فتبقى. يبقى اخته. كان ينبغي عليه فعل ذلك. ولكن معملوش كويس مع اخته. حمدي كان شغال معي طول اليوم. so you seen him at the park. انت تشفت في الحديقة كاذا؟ ده كان معي طول اليوم. يبقى انتهاء في سين. والله كانت شغال معي طول اليوم والله. نزل حديقة ازاي وكانت شغال معي. طب كمال هلبت فوزي. but he didn't هو ما يقدرش. because they aren't a friend anymore. هم اصلا مش اصحاب. يبقى كمال احتمال يساعد فوزي. ولكن لا هو ما عملش كده. لان هم مش اصحاب. يبقى احتمال. احتمال يعني ما يتهاف. why hasn't he called? طريق سيد. he would call. when he got to the hotel and he not arrived by now. ولكن هو ايه؟ مشة دلوقتي. يعني كان ممكن لديك. بس هو ما ندهكش. ومشة. يبقى شود هذا. كان ممكن يعمله. بس ما عملهاش. شود هذا. thank you. it's fantastic gift. ليه ديها جميلة جدا. but you not spent so much money on me. بس هتكلفني فلوس كتير. هنا بيقول لي thank you. it's a fantastic gift. but you not spent so much money on me. والله هي هادية كويسة ولكن هتكلفني فلوس كتير. يبقى انا هجيبها ولا مش هجيبها. يبقى انا مش هجيب. لان هتكلفني فلوس كتير. ماشي. يبقى كان ينبغي عليك فعلي ذلك. ولكنك انت معملتوش هيك هادية كويسة. كان ينبغي عليك تشتريه. لكن انت مشترتهاش. عشان هتكفي فلوس كتير. هتكفي فلوس كتير. I not gone too bit earlier last night. I'm really tired today. انا كان المفروض انا بدري ليلة مبارا. ولكن انا ما نمتش بدري. وصحيت النهاردة تعبان. يبقى حاجة ما عملتهاش. وكان ينبغي ان انا عملها. فتبقى I should have. I not people not too. تبقى ويرند. على طول. They not me to go back next week. Go back next week. اني ارجع الاسبوع الجاي. فتبقى زي. استحالة تبقى ويرند. ماشي. تبقى زي. ها. تبسألوني. ترجع الاسبوع الجاي. I not playing the piano last week. But I was lazy. And now I regret it. انا ندمت. يبقى ريتني ما عملت كده. يبقى I should have practiced. تمام. You not at your sister. You know it would make her unhappy. وانت عارف ان ده بيخليها بش مبسوطة. And was the wrong this to do. وده غرض انك تعمله. يبقى I should have shouted. ما ينفعش كد تعمل كده. وانت عملت وانت عارف ان ده بدايئة. You not the boat if you had been here at one o'clock. But it's gone now. And it's too late. انت تتأخرت. وانت عارف اني ما عادها الساعة واحدة. يبقى انت حاجة عملتها. وما كانش المفروض تعمله. تبقى شهود انتها في كوت. هو كله شهود انتها في كوت ولا لا. طيب. You not manal in the park this morning. She has been with me at my house all day. مالكت معي في البيت طول اليوم. شفتها انت في البارك. استحالة. تبقى كود انتها في سين. And I think ان احنا خلاص قدرنا ان احنا نحل على الموضوع ده خلاص. I can't believe that. مش قادر يصدق ده. You still haven't received the parcel. I sent it three weeks ago. So it by now. يعني بقول لك انا مش متأكد او مش قادر يصدق ان انت still لسه بتستقبل parcel. I sent it انا بعدته من ثلاثة اسباع فاته. ازاي بقى؟ يبقى انا حاجة عملتها. تمام كده؟ وانت لسه بتستقبلها. طيب. يبقى حاجة عملتها. ومكا استنتاجها ضعيف. يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى كودها بقى. قصة هقول لك عملتها. وما كانش ينفع عملها. لا. ما انا عملتها بقولك انا I sent. انا اللي ارسلتها. ما عملتهش؟ لا عملته. I sent اهو. استحال عملها؟ لا تبقى كودها. He not a great doctor. دكتور كبير. وعنده الكدرة. ويعمل كل حاجة. But he didn't want to wear card. بس ما مشتغلش كويت. تمام كده؟ يبقى هو استحال يبقى دكتور كويس. يبقى he couldn't have been a great doctor. ليه؟ استحال والله. ليه؟ عشان didn't want to work hard. مش قادر يشتغل كويس. تمام؟ وبكده نقدر نقول اننا الحمد لله وبفضل الله. قدرنا نشرح بأسهل وأبسط طريقة. القعدة بتاعة unit 4. لطلاب الصف الثاني الثانوي. كان معكم أخوكم مستر شام فوزي. مدرس اللغة الإنجليزية. ومحاضر معتمل من جامعة كامبرجج بريطانية. ان شاء الله انتظرونا في الفيديو القادم. لشرح unit 5. وتابعونا على قناة انجليزي ايزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.